اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة لعيد ميلادية او من اجل عيد ميلادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه حول طفلة تسمى امي اذا سنبار ظلوي افرير انتريبو كادو ابا سيمنحوها هدية جدا جميلة اي لفو لانكوراجي اي لفو لانكوراجي هو يريدو تشجيعها طبعا نفس الشيء اذا كنا نتكلم عن طفلين يل فو لانكوراجي يعني هو يريدو تشجيعه طبعا الاحساب سياق الكلام اللي غد جي في هد العبارة ثم عندنا النص الذي قرأناه سننظر كم فيه من جملة 弄 kró希 اللي غد العمور دفخاز دون سو تكست إذن سنعود دو عدد الجميل بهذا النس إذن اللا پرمیر فراز سَ امید خَذَي بِيَن إذن هذيه الجميلة الأولى لدوزیم فراز سَ اَلِي تُجُّور لَا پرمیر دو سا کلاز إذن هذي الجميلة التانية لترزیم فراز پور سن آنی بیرسر سن پر بالوي افریر ان تربو كادو إذن هذي الجميلة تالیتا ای انفن هو يريد تشجيعها إذن هذه الجملة الرابعة هناك أربعة جملة ثم عندنا المقصود أنني أسطر على فعل كل جملة أر allegiance أربعة جملة أربعة جملة جمعة أولا فعل دون ستفراز أين هو الفعل في هذه الجملة؟ بيانسور الفعل سأي سأي إذن الفعل هو أي سالفعل أتر هذا فعل أتر نقول جسوي تيه إلي إلي أيضا نقول ألي كما عندنا هنا إذن نقول إلي أو نقول كما عندنا هنا ألي يعني هي ألي توجه على أولا دوسة كلاس هي دائما طبعا هاد أي هاد أي لعدنا هنا ركما لو نقول هي تكون دائما الأولى في قسمها رأي مليتن قوله هي دائما الأولى في قسمها في اللغة العربية متيبانش هاد كان مليتن ستعملوه فالحاضر في اللغة الفرنسية يبقى لنفرض بأن هاد البنت في القديم كانت تكون هي الأولى في القسم دياله ماذا سنقول بأنها كانت دائما الأولى في قسمها إذن ما نتبان هاد كان في اللغة الفرنسية هاد كانت هذا هو «أت» أعت هنا بقبضة الحالة أنت تكلم لك أنا كمال أنه في الپريزون يعني كمال أنه هاد كانت في الحاضر كمال أنه نقول بأنه تكون الآن الأولى في قسمها هي دائما تكون الأولى في قسمها هي دائما موجودة الأولى في قسمها إذن لغرب اللي عدنانا هو أتر أنسولين أي يعني أننا نسطر على أي Pour la troisième phrase Pour son anniversaire Son père va lui offrir un très beau cadeau Bien sûr لغرب c'est offrir لغرب c'est offrir إذن الفعل هو offrir فاش مصرف هاد offrir مصرف في الفيتر بخوش في الفيتر بخوش يعني المقصود به المستقبل القريب تنتكلم على واحد الفعل غير حصل في القريب يعني القريب جدا لننتكلم على يعني المستقبل ربما على شهر أو ربما على عام أو ربما على عام أو ربما على أكثر إذن نتكلم على يعني المستقبل البسيط هنا تنتكلم على الفيتر بخوش الفيتر بخوش تتكون دائما من لغرب علي زائد الفعل المراد تصريفه في الزمن مثلا عدنا هنا لوفرب افخير تنوضعوه من بعد فا لهو علي لوفرب علي ماذا نقول نقول جوفي انا اذهب توفا انت تذهب الفا هو يذهب الفا هي تذهب نوزالون يعني هم يذهبون يعني انتم تذهبون هذا هو المعنى الحقيقي دياله ولكن رخصنا نعرف بان لوفرب علي تيجو من بعد منه افعال اخرى بحالة الحالة اللي عندنا في حالة لوفيتيغ بخوش لوفيتيغ بخوش تنستعملو هاد لوفرب علي وتنضيفو من بعد منه الفعل اللي باغي نصرفوه في الزمن باشي فيه لنا اشمو حتى نحصل على معنى بان هذا الفعل سيحصل قريبا جدا حتى نحصل على معنى بان هذا الفعل سيحصل قريبا جدا مثلا عدنا لوفرب اوفخير من اللي تنقول جوفي اوفخير هنا استعملت له ضغب علي من بعد منه لوفرب اوفخير اشو اللي المعنى بانني سامنح قريبا اذا جوفي اوفخير انا سامنح قريبا جوفي اوفخير يعني انا سامنحه قريبا او انا سامنحها قريبا هنا عدنا سامنح قريبا انا سامنح اوفخير يعني اباها او اباها سيمنحها قريبا ان تخيبو كادو هادية جدا جميلة اذا كما تلاحظوا بانه لوفرب علي تيمكن تستخدم في هذا الزمان هذا اللي هو لوفي تخبخوش من اللي تنوضعوه وتنتبعوه لفعل اخر اللي باغنصرفوه في هذا الزمان اللي هو لوفي تخبخوش هاد لوفرب علي ما تبقاش يعني لنا دهبا او دهبتو او دهبنا او دهبو بل تولي المعنى ديالو بالمقابل في اللغة العربية كما لو نقول سا اباها سا يمنعوها اذا هاد الفعل هذا اذا اللوفرب آلف هاد الحالة تولي في دلينا المعنى ديالسا كما نقول في اللغة العربية سا يمنعوها سا يدهبو او مثلا سا يكتوبو او سا اكتوبو او سا تكتوبو تنستعملوا اللوفرب علي وتنتبعو له هاد الفعل المراد تصرفوه في الزمان من اللي تنوضعو هاد تركيبة ديالو في تخبخوش لتتكون من اللوفرب علي زائد اللوفرب اللي بغى نصرفوه في الزمان بسكولي تتصرفو الحقيقة اللي تتصرفو اللوفرب علي اما الفعل فتيبقى الافينيتيف كما عندنا هنا اللي تبقى يتعاود دي ما تتصرفو اللوفرب علي ادن سان پير ففي الحال اللي عدنا هنا اللوفرب علي ولا تتصرفو ادن قلنا مثلا سان پير وا امارشي ادن اباها او اباها دهبا الاسوق سان پير وا امارشي ادن اباها دهبا الاسوق ولكن من اللي تبقى عدنا سان پير وا افخير ان تقول لها دفا تنعوضو باللغة العربية بسا ادن سان پير ادن اباها فالوي افخير يعني سيام مناحوها او سيام مناحوه في حالة الكلام ان مذكر ان تخيبقى هادية جيد جميلة طبعا ان فاد الجملة سنستر على افخير اذا فى التخوزين فراز نسولي لذوب افخير اذا فى التخوزين فراز ايه لذوب الانكوراجي ادن فى النهاية عندنا الجملة الرابعة ايه لذوب الانكوراجي فى التخوزين فراز نسولي نسولي بالنسبة للجملة الرابعة نساطر على اسوال كما نرى قبل الانكور سوف اتش inclusive عندنا في القطع و اللي هادي الاف guer estado تبعيننا جمانيبول ويجو ريفليشي كما لو اقول انا اعالجو و انا افكرو جفة بارلي امي دان لدوه پرميه جفة بارلي امي دان لدوه پرميه انا افعل كلام المقصود انني اجعل تتكلم امي المقصود انني اجعل امي تتكلم دان لدوه پرميه فخاز في الجملاتين الاولياتين طبعا كما نشوف في الناس عدنا امي تخافي بيه اذا بحل شو حد يتكلم على امي في الغائب ايه تجور دوه ساكلاس يعني هي دائما الاولى في قسمها بوصو نانيفرسير سون بير فالوه افخير ايه يلوه لانكواجي طبعا كما نلاحظ بان الناس يتكلم عن امي في الغائب الان سنجعل امي هي التي تتكلم عن نفسها الان المطلوب مننا طبعا ان نجعل امي تتكلم عن نفسها جوفي بارلي امي دون دوه پرميه فخاز اذا ساجعل امي تتكلم عن نفسها في الجملاتين الاولياتين بالنسبة الجملاتين الاولياتين هكذا ساجل امي تتكلم عن نفسها اذا ستقول ثم شخص ما يتكلم عن أمي يقول عنها ماذا؟ إذا تكلمت أمي ماذا ستقول؟ طبعا ستقول طبعا ستقول طبعا ستقول طبعا ستقول إذا ستقول ثم شخص Run ترجمة ن LAURA. وأنا أعمال جيدة. ثم justement أنا أعمال جيدة وأس expressedement دائمة الأولى من قسمي أو في قسمي ثم أترى الث هناIC fa hebاما جدي لساءً لدينا جدي لساءً لدينا هنا براغ فرfer ضغطتنا لدينا لأنك تليل الوناس فرما فرور كامل في الجملة السابقة لدينا براغ فرغطتنا لدينا أعمل على كلام أمي يعني أعمل على تكلم أمي أجعله وتتكلم هنا براغ فراغ يعني أنا أعيد فأجعل مرة أخرى جروفي لدو درنية فراز أنا أعمل لدو درنية فراز الجملتين الأخيرتين أن فزم بارلو بار يعني عاملا على تكليم الأب يعني أننا سنجعل الأب هو الذي يتكلم عن نفسه ولا نتكلم عنه في الغائل كما عندنا هنا بوصونا نفسه بالنسبة لعيد ميلادية سن بار سن بار سن بار أباها سيمنحوها هدية جميلة يلو لنكوراجي يريد تشجيعها نتكلم عنه وأباها وهما غير حاضرين طبعا في الجملتين الأخرتين سنجعل الأب هو الذي يتكلم عن نفسه إذن ماذا سنقول بوصونا نفسه ثم ماذا سن بار بالوي أفخير أن تخيبو كادو إذن ماذا سنقول هنا سيتكلم الأب ماذا سيقول جوفي لوي أفخير جوفي لوي أفخير أن تخيبو كادو أنا سأمنحوها هدية جميلة جوفي لنكوراجي أنا أريدو تشجيعها جوفي لنكوراجي أنا أريدو تشجيعها الأب ممكن أنه يقول pour son anniversaire بالنسبة لعيد ميلادية جوفي لوي أفخير جوفي لوي أفخير جوفي لوي أفخير أن تخيبو كادو أنا سأمنحوها هدية جميلة جوفي لنكوراجي أنا أريدو تشجيعها أين هي ذو التي قيل لنا عنها أنا أستعمل ذو الخاصة بالإحترام ما معنى ذو هي أنتم لمن نقولها في العادة نقول أنتم لمجموعة أشخاص أمامي مثلا في العادة نقول أنتم لمجموعة أشخاص نقول لهم أنتم مثلا أنتم تريدون أنتم تريدون تشجيعها طبعا نتكلم مع مجموعة أشخاص نقول لهم لكن هناك حالة أخرى نتكلم فيها مع شخص واحد ونقول له طبعا عندما نتكلم مثلا مع مدير مع مسؤول مع شخصين في مرتبة عليا إذن نقول له يعني أنتم نستعمل هدفه مع شخص واحد لماذا؟ لنعبر له عن احترامنا هذا هو المقصود بهدفه دو بوليتاس نستعمل هدفه لماذا؟ لنعبر لهذا المخاطب عن احترامنا مثلا إذن جتلز له دو بوليتاس إذن كما قلنا ممكن في الحالة الأولى أن يتكلم الأف يقول ماذا؟ بالنسبة لعيد ميلاديا أو يقول مثلا pour l'anniversaire دو أمي بالنسبة لعيد ميلاد أمي أو يقول مثلا pour l'anniversaire دو ما في بالنسبة لعيد ميلاد ابنتي جوفي لوي أفرير جوفي لوي أفرير يعني أنا سأمنعها أن تخي بوكادو جوفي لانكوراجي يعني أنا أريد تشجيعها أو بيا جوفي أو بيا جوفي انكوراجي أمي أنا أريد تشجيع أمي طبعا هناك طريقة تانية وهي التي سنستعمل فيها دو وهي كالتالي ممكن أن الأف هنا يقول pour votre anniversaire جوفي وزوفير أنا سأمنعكم المقصود أنني سأمنعوك الأب سيقول جوفي وزوفير جوفي وزوفير أنا سأمنعكم أن تخي بوكادو أنا سأمنعكم هادية جيد جاميلا جوفي وزوفي أنا أريد تشجيعكم إذن ممكن أنني سأمنعوك مع إبنتي يقول لها جوفي وزوفير جوفي وزوفير جوفي وزوفير أنا أريد تشجيعكم ثم عندنا جورتي أنا أستم بيتو جوفي وزوفير جوفي وزوفير عدة تغييرات يعني بحث تغييرات اللي عملنا الآن الآن قبل قليل جعلنا آمي تتكلم ثم جعلنا الأب يتكلم كما رأينا الآن جعلنا آمي تتكلم ثم جعلنا الأب يتكلم طبعا المعنى باقي نفسه وهو أن آمي تعمل جيدا وهي دائما الأولى في قسمها ثم أن أباها بمناسبة عدم يدها يريد أن يمنحها هدية قيمة يريد تشجيعها المعنى يبقى نفسه طبعا كما لاحظنا بأننا أجرينا عدة تغييرات على الجملة إذن جبت فار بلزور شانجمان دونزون فخاز يمكنني أن أقوم بعدة تغييرات في الجملة لسانس نشانجبا المعنى لا يتغير لسانس يعني المعنى نشانجبا لا يتغير لسانس يعني تغييرا أو غييرا جمنتهين أنا أتدربو جار إكري لإفرصان جو 컬�ائف ومتطونا لسجي أو plurihل جار إكري يعني أن أعيدو كي تابت لإفرصان جو مالتالية أو مها طوال وادعن عدنا 여러 ver舐 ومها طوال وادعن le sujet وادعن الفاعل أو plurihل في الجمع الوصول على البعض ديركتور يعني المدير سندعوه في الجمع ماذا سنقول سنقول ديركتور المدراء ريبارتيس ريبارتيس يعني انو ميوزعون طبعا الوغرب هو فعل تنتهي المجموعة التانية علاش لانا الوغرب تنتهي في اي ار مليتي كل ما مصرفش تتكون عندو اي ار طبعا مليتي كل ما مصرفش كمالو نتكلم عن اصل الفعل اذا الوغرب ريبارتيغ ينتهي ب اي ار ثم ان هناك شرطا اخر لكي ينتمي للمجموعة التانية اذا هو ان نسمع هديك اس الشرط التاني لكي ينتمي لوغرب ريبارتيغ ودو زيام غروب باش ينتمي لوغرب ريبارتيغ للمجموعة التانية خاصو حقق لنا الشرط التاني الشرط التاني هو عندما نسمع س س اذا هذا هو الشرط التاني طبعا الشرط الاول انه يكون منتهي ب اي ار بحلوغرب ريبارتيغ طبعا الشرط التاني كما س نرى نقول ما تلن نو ريبارتيغ نقول جو ريبارتي تُ ريبارتيغ نو ريبارتسون و ريبارتيغ هم يوزعون طبعا لم نقول هنا نو ريبارتيغ بل قلنا نو ريبارتيغ نو ريبارتيغ يلغيبارتيغ طبعا هذا لو ريبارب ريبارتيغ يعني فعل وزعه لاحظ هناك فعل اخر هو فعل ريبارتيغ يعني انك تذهب مرة اخرى او تنطلق مرة اخرى عندنا لو ريبارتيغ يعني انك تنطلق او تذهب وهناك لو ريبارب وهناك فعل ريبارتيغ يعني انك تنطلق مرة اخرى طبعا فالبخيزو ماذا نقول نقول جو ريبار تي ريبار نو ريبارتون نو ريبارتون و ريبارتيغ اذا كما نلاحظ بان لو ريبارتيغ تنتهي ايضا بإئار لكن ما سمعناه مش هاد الصون سي او س او س في اخر الفعل مع ايل افك اس طبعا هنا هاد الفعل ينتامي للمجموعة الثالثة يعني اننا ننقله من المجموعة الثانية التي لم تقبله لعدم توفر الشرطين ننقله الى المجموعة الثالثة اذا نعود للجملة لدي ريبارتون المدراء ريبارتيغ يعني انهم يوزعون للمجموعة الثالثة يوزعون التلاميذ على الأقسم ثم عندنا للمجموعة الثالثة للمجموعة الثالثة الفاعل هو الانفان يعني هو الطفل للمجموعة الثالثة للمجموعة الثالثة للمجموعة الثالثة نقول اض ont اهم الي Fir من قبل للمجموعة الثالثة طبعاً سننطلع ببار بدون أس ثم لغ بدون أس يعني أباهم يعني أنهم تلقوا خبر أباهم في مكتب المدير أما في الحالة الأخرى كما قلنا إذا كان الأطفال كل واحد الأب دياله يعني أن الأطفال تلقوا خبر وجود أباهم بمكتب المدير ففي الحالة ستقول لغ لغ بأس بار بأس لأننا نتكلمو على بزد الأب إلى زد الأب اضع التجعور إلى المقصود بالنهاية كما نقول هنا المقصود للحسول على ما هي هذه الأجوبة التالية الموجودة عندنا والتي علينا أن نطرح أسئلة للحصول على هد الأجوبة طبعا الجواب الأول هو نوزاون لوي إميزان أو بورد لامار نوزاون لوي إميزان أو بورد لامار نحن اكترينا نوزاون لوي يعني نحن اكترينا إميزان اكترينا منزل أو بورد لامار على شاطئ البحر على ضيفة البحر أو بورد لامار على ضيفة البحر إميزان نوزاون لوي طبعا عندنا لفرب لوي أو باسي كومبوزي طبعا في الباسي كومبوزي نقول جي لوي أنا اكتريتو لا أقول جسوي لوي أنا تكريت إذا قلت جسوي لوي يعني أنا كتريتو أنا الذي كنت محل الكيرا هنا طبعا جي لوي يعني أنا اكتريتو إميزان جي لوي تي لوي إل آ لوي نوزاون لوي وزاوي لوي إل زون لوي إذن عندنا هنا نوزاون لوي نحن اكترينا إل ميزان أو بوضو لامار إذن هذا هو الجواب ما هو السؤال الذي علينا أن نطرحه للحصول على هذا الجواب إذن طبعا هناك نوعين ممكن أننا نطرح السؤال حسب موضوعين هنا أولا نوزاون لوي إل ميزان نحن اكترينا منزلا إذن فالحالة ممكن أننا نطرح السؤال كيسكو فوزاوي لوي ماذا اكتريتم أو بوضو لامار ماذا اكتريتم على ضفة البحر كيسكو فوزاوي لوي أو بوضو لامار ماذا اكتريتم على ضفة البحر السؤال الثاني ممكن أنه يطرح حوله أو بوضو لامار إذن في الحالة الثانية ممكن أننا نطرح السؤال حول مكان المنزيل أو أفو لوي أو أفو لوي المنزل إذن في الحالة الأولى ممكن أننا نطرح السؤال حول المنزل، فنقول ماذا؟ ماذا كتريتم عند ضفة البحر؟ وفي الحالة الأخيرة، ممكن أننا نطرح السؤال حول المكان المنزل فنقول هل جملة المنزل الجملة الموالية؟ نحن اكتريناه لشهر هنا طبعا نفس الشيء ممكن أننا نطرح السؤال حول هذا الذي اكتريناه هنا طبعا نفس الشيء ممكن نطرح السؤال حول الذي اكترينا كاسكو فوزافلوي بواموى كاسكو فوزافلوي بواموى ماذا اكتريتم لشار إذن نقول مثلا نوزافلوي اون ميزون بواموى طبعا هنا عدنا الابوستخوف لكي يكون عندنا هذا الجواب بالضبط ولكي يكون عندنا تحديدا هذا الجواب طبعا يجب أن نطرح السؤال حول المدة الزمنية التي اكترينا فيها هذا الشيء الذي هو في الغالب المنزيل نولافون لوي بواموى إذن ماذا سنقول بوخون بيادة الطان فولافلوي بوخون بيادة الطان هو لي كم من الوقت بوخون بيادة الطان فولافلوي من أجل كم من الوقت أنتم اكتريتموه إذن فياكو الجواب نولافون لوي بواموى نولافون لوي بواموى نحن اكتريناه لمدة شهر ثم دون لفخة سويفونت رمم بلاس أحمد بغنابيل إي أحمد دون لفخة سويفونت في الجملة التالية رمم بلاس أحمد نعوض أحمد بغنابيل إي أحمد سنعوض أحمد بنابيل وأحمد يعني لسيجي عدنا في الحالة الأولى وسنجلي يعني أنه في المفرد بمعنى آخر المطلب مننا تحويل الفاعل إلى الجمع طبعا عند الكلام عن أحمد فنحن نتكلم عن فاعل في المفرد وعندما نتكلم عن نبيل إي أحمد إذن نتكلم عن الفاعل في الجمع عدنا أحمد بخيزون ساكوزين أسيزامي أحمد بخيزون ساكوزين أسيزامي أحمد يقدم ابنة عمه لأصدقائه سنقول في الجمع ماذا؟ نبيل إي أحمد بخيزون طبعا عند أونت لأننا نقول إيل بخيزون إيل بخيزون طبعا لفر بخيزون سيأخذ أونت إذن نبيل إي أحمد بخيزون لور كوزين ألور زامي نبيل و أحمد يقدمان لور كوزين يقدمان ابنة عمهما أسيزامي لأصدقائهم طبعا نفس الشيء هنا إذا كانت ابنة العم وحيدة فالغالب هذا الذي سيكون طبعا لور ستكون بدون أس إذا قلنا بأن نبيل و أحمد يقدمان ابنة عمهما لأصدقائهم ابنة العم وحيدة هنا فبالحالة سنكتب لور بدون أس سنكتب لور كوزين ألور زامي الحالة الأخرى إذا قدم نبيل و أحمد بنات عمهما يعني مجموعة بنات فالحالة ستكون عندنا لور بأس ثم كوزين ستأخذ أس أس الخاصة بالجمع إذا سنكتب نبيل و أحمد بريزانت لور كوزين ألور زامي أما لور الثانية طبعا ستأخذ أس لماذا؟ لأننا نتكلم عن مجموعة أصدقاء يعودون لأحمد و نبيل سنكتب ألور زامي لأصدقائهم نستكمل في الحلقات القادمة نحياكم الله و إلى لقاء قادم بإذن الله